ضع يدك على وجهك وقرأ هذا الاسم 21 مرة وراقب ما سيحدث لك بعدها من معجزات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام أتمنى دايما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب النهاردة بفضل الله جايب لكم فايدة قوية جدا جدا اسم عظيم لو رددته 21 مرة وانت واضع يدك على وجهك وقلت بهذه الطريقة انتظر ما سيحدث لك من شبه معجزات في حياتك والاسم العظيم والفايدة العظيمة اللي هكلمكم عليها النهاردة ان شاء الله هي من مجربات العارفين وأسرار علم الكتاب وهي بفضل الله بمجرد من انت تضع يدك على وجهك وتردد هذا الاسم العظيم 21 مرة هتشوف المعجزات اللي هتحصل لك في حياتك بأمر الله تعالى طيب يا احمد ايه هي المعجزات او شبه المعجزات اللي هتحصل معايا بعد ما هتطبق هذه الفايدة اولا بإذن الله ان كل اللي هيشوفك بعد ما هتطبق هذه الفايدة هيتعامل معاك هيهيبك مهما كان اقوى منك او هتحس ان شخصيته اقوى منك هيهيبك وهيتعامل معاك بكل تقدير واحترام ودي صفات او حاجات بتلاحظوها في بعض الناس تلاقي شخص كل لما حد يشوفه او يتعامل معاه بيهيبه بيحس ان شخصيته قوية وتحس ان عنده ثقة في نفسه تحس ان فيه فاجه نور او تحس ان عنده مهابة وهيبة بإذن الله هذه الفايدة بعد ما هتطبقها ربنا سبحانه وتعالى هيلقي في وجهك الكبول والهيبة والمهابة بفضل الله تعالى ثانيا تاني ثمرة هتحصل عليها لما تطبق هذه الفايدة هو حب الناس يعني كل اللي يشوفك وهيتعامل معاك يحبك فبالتالي الفايدة دا تفيد جدا جدا كل اللي ما عندهمش ثقة في نفسهم او قلة ثقة في النفس والناس اللي عندها خجل شوية في التعامل مع الناس هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ألقى في وجهك الكبول وألقى في وجهك حب الناس وهتلاقي تعامل الناس معاك اختلف تماما بعد ما هتطبق هذه الفايدة ومن الثمار اللي هتجنيها برضو الثقة بالنفس وزيادة الطاقة الإيجابية عندك كتير مننا او بعض مننا بيواجهوا في حياتهم مشاكل او ازمات او عقبات فبالتالي بيكون عندهم طاقة سلبية وده بيؤدي الى الثقة في النفس والخجل نتيجة لعدم الثقة في النفس وبيكون سبب الطاقة السلبية ديت يا اما حسد او عين والناس نتيجة للطاقة السلبية اللي بتكون عنده او عندك بيكونوا ما عندهمش كبول من ناحيتك او ما بيحبكش فالفايدة ديت هتفيدك جدا انها هتزود ثقتك في نفسك وهتزود عندك الطاقة الإيجابية فبالتالي هيكون ليك هيبة وهيكون عندك كبول بين الناس وبالتالي حب الناس ليك عايزيت اوعد اي اخها يعمل الفايدة دي وهيطبقها بعدها باذن الله هتلاقي اختفاء لمشاكل اللي في حياتك كلها كأنها لم تحدث من قبل وهتلاقي تغيير شامل وكامل لشخصيتك من شخصية ضعيفة ومهزوزة وخجولة الى شخصية قوية عندها ثقة في النفس تتمتع بالكبول وحب الناس والهيبة بفضل الله تعالى وهتفيدكم في جميع امور حياتكم من احترام جميع الناس من احترام جميع الناس ليكم سواء كان في مجال العمل من اول رئيسك في العمل الى زملائك في العمل هيحترموك هيدوك امتك هتكون ذات هيبة ذات قبول نتيجة الثقة في النفس الزايدة اللي هتكون فيها وحتى لو اي امرأة تسكن في بيت عائلة لو في اي مشكلة اسرية او مع الجيران تطبق هذه الفائدة وسطرة قبول وهيبة من الطرف الاخر وحب للناس نتيجة الثقة في النفس اللي هتكون فيك او فيك يعني هتفيدك جدا جدا في التعامل مع الناس عموما هيكون ليك وضعك هيكون ليك احترامك هيكون ليك مكانتك وهيكون فيك قبول غير عادي بفضل الله تعالى طيب يا احمدش وقتنا ايه هي الفايدة وايه هي خطواتها بالزبط هقول لكم كل حاجة بالتفصيل بس ياريت تنزلوا دلوقتي حالا في التعليقات تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكتبوا لي دعوة حلوة ولكم اجر ذلك ولو اول مرة تشوف القناة تشرفني بالاشتراك وتفعل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى الضغط على اللايك حتى ينتشر الفيديو ويوصل للجميع وكل فيه ميزان حسنتنا ان شاء الله الاسم العظيم اللي هنستخدمه في الفايدة هو اسم الله تعالى المحي وهذا الاسم العظيم معناه ان الله تعالى هو الذي احيى جميع المخلوقات وهو الذي ورث فيهم الحياة وهو الذي تكفل باحياء المخلوقات جميعا الى يوم الكيامة بفضل الله لازم تكون فاهم معنى هذا الاسم العظيم كويس جدا جدا وانت بتطبق هذه الفايدة فعشان كده انا ذكرت معناه وهو ده الاسم اللي هنستخدمه في الفايدة ان شاء الله والفايدة ديت لما تيجي تفعلها لازم تفعلها في الليل طيب امتى يا احمد في الليل في اي وقت في الليل ويفضل في جو في الليل اللي هو قبل الفجر بساعة او ساعتين ما كانش يما عندك من بعد صلاة المغرب الى قبل صلاة الفجر الوقت معاك مفتوح والفايدة دي هتعملها لمدة يومين نفس اللي هتعمله في اليوم الاول هتنفزه في اليوم التاني وخطوات الفايدة هي اولا تكون طاهر الثياب والبدن ثم تصلي رقعتين لله بنية قضاء الحاجة ثم تفضل جالس مستقبلا القبلة الشريفة وتستحضر النية لله عز وجل واولا بتقرأ صورة العاديات 13 مرة يبقى قراءة صورة العاديات 13 مرة بعد ذلك بعد قراءة صورة العاديات 13 مرة دون انقطاع تضع يدك على وجهك يدك اليمنى بتضعه على وجهك وتردد اسم الله العظيم المحي بصيغة يا محي 21 مرة وانت واضع يدك على وجهك بعد ذلك بتنزل يدك من على وجهك وتدعو بهذا الدعاء اللهم هبني جمالا وكبولا من فضلك وقدرتك يا جميل يا من تقول للشيء كن فيكون اللهم هبني جمالا وكبولا من فضلك وقدرتك يا جميل يا من تقول للشيء كن فيكون هتردد هذا الدعاء سبع مرات الدعاء قصير وجميل وسهل ان شاء الله هتردده سبع مرات تلاقي كل تفاصيل الفايدة انا سيبالك في صندوق الوصف ان شاء الله وتطبك نفس الخطوات دي في اليوم التالي او اليوم اللي بعدين اليوم التاني وبإذن الله وبفضل الله اللي هيطبك عزيه الفايدة وهو عنده يقين وثقة في الله عز وجل وعنده يقين في الفايدة سيجني كل الثمرات اللي احنا قلناها في الفيديو واكتر منها ان شاء الله بإذن الله وفي الختام اسأل الله ان يوفق كل مرة هذا الفيديو وان يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في خير